الحين معنا ضيف رح نتكلم معاه عن الولاء والوطنية هي قيم تغرس من الصغر رب العبد الرحمن في نفوس أبنائنا هي ليست شعارات تكتب أو نتعلمها عند الكبر لا هي فعلا أمور نغرسها في الأطفال من الصغر نعم مثل ما ما أنيسا غرست في نفوس الأبناء والأطفال المعاني الكبيرة اليوم لابد وأن نسمع كذلك الجانب التربوي وأكثير شنو قاعد يساوون اليوم من قيم تغرس اليوم في نفوس أبنائنا وبناتنا الطلبة أكيد بيكون ضيفنا الأستاذ فهد البراك الموجه الفني بوزارة التربية مساك الله بالخير وحياك الله معنا مساكم الله بالنور والرضا يا رب وأنتهز بداية أن أرفع أسماء آيات تاني والتبركات لمقام سيدي صاحب السمو أمير بلاد والشعب الكويتي وإن شاء الله يدوم الكويت في عز وفخر بإذن الله شكرا على حضورك أيضا اليوم وتشاركنا هذه الحلقة المميزة والولاء والوطنية هي كلمات كبيرة تحتاج فعلا جهد من وزارة التربية في أن تغرس في الأبناء سواء من الشباب أو البنات فنتكلم في البداية عن فعلا لأي درجة أهمية دوري تقوم في وزارة التربية في هذا الموضوع طبعا أهمية غرس معاني الولاء والانتماء للوطن مهم جدا أنا ما شوف دولة متطورة دولة متحفزة تريد أن تمشي للأمام بدون أن يكون أبنائها لهم ولاء وانتماء غرس الوطنية طبعا يجعل الطفل من البدايات يكون حظا من الذات ومن أن يكون إنسان بس مجرد يعمل لأجله يكون ينتهي هذا إلى أن يعمل من أجل وطنه بالتالي نتطور نتقدم في كل المجالات هذه فغرس الوطنية والانتماء شيء أساسي جدا في التربية نعم هذا شيء ربينا عليه نقوم الصبف في المدرسة طابور الصباح عي العلم قبل طابور الصباح قبل طابور الإذاعة عدل طالب لمن يركب السيارة لين ينصل للمدرسة وهو يسمع هذه الرشادات اللي تقوم في الدور اللي يقوم في الإذاعة أيضا جميل صراحة في تعزيز الوطنية والولاء فما بالك يعني ما عاش الله هذا يعني بعد هذه السنوات وهذا العمر الواحد تبقى هذه الذكريات قبل شوي كان لغانا عن الحركة الكشفية وأيضا الحركة الكشفية اليوم في وزارة التربية من أساسياتها اليوم أن تكون يعني أن يكون الأبناء يعني يقدرون الحب والانتماء والولاء للوطن ويعندوهم تحية العلام وغيرها فالكتر المهم اليوم أن نواكب التطور اللي حاصل اليوم خصوصا في الجانب التربوي أبناء أنا يمكن اليوم انشغلوا في العديد من المنصات نقدر نقول الترفيهية وغيرها من أمور تأخذ وقتهم فالكتر المهم أن اليوم نرجعهم لهذا الأصل وأن نجعلهم يركزون أكثر على تعزيز هذا الجانب للأمانة وزارة التربية أمام تحدي كبير جدا لغرس هذه المعاني الجميلة المعاني الولاء والانتماء في الصفوف في الحصص في مثل ما تفضلت الأنشطة مثل ما تفضلت في بدايات الصباح العلم النشيد يجب أن يلتفت الطالب وينما وجه جهته يجد أن هناك غرس لقيم للأمانة وزارة التربية يمكن عندها قيم شهرية منها قيمة الولاء وتكون دائما في شهر فبراير يعني الشهر الذي نعتبره عرس الكويت الأول لنا كلنا مطلوب من المعلم مطلوب من الوزارة مطلوب من كل الجهات التعليمية أن يكون المتعلم ركيزة أساسية في أن نغرس فيه الانتماء والولاء مثل ما قلت لك إحنا أمام تحدي كبير سوشال ميديا ماخذ جانب كبير من انتباه المتعلمين لابد إذا أردنا فعلا أن نغرس هذه أن نغرسها من خلال أيضا السوشال ميديا بخصوص غرسها من ناحية المناهج عندنا في دولة الكويت للأمانة من صف الرابع من عمر سبع سنوات من خلال مادة الاجتماعيات المنهج نغرس فيه حتى أن الكتاب اسمه بلادي الكويت يعني في البدايات يجب أن نغرس حبنا لهذا الأرض عشان ننجز عشان نتعلم أنا أذكر عبد الرحمن أو بالتحرير كان فيه كتاب التربية الوطنية أنا أذكر أنه كانت تدرس كتاب غني بالتعريف الوطنية هل هو موجود للحين أو تم إبداله بهذا؟ بمادة الدستور هذا اللي أذكره أنا للأمانة يعني الوزارة تسعة جاهدة في كل طبعا المواد الموجودة سواء كانت تربية الإسلامية مو بس الاجتماعيات في كل مادة يجب أن نغرس هذا الولا حتى في مادة اللغة الإنجليزية نجد أن هناك في المنهج دروس تعبر عن حبنا لهذا الوطن ومثل ما قلت لكم إذا لم نغرس هذا الأمر من بداياتنا وبدايات الطلبة المتعلمين أنهم يحبونها الأرض فعلا وأن أي قيمة يقدمونها لا تعلو على قيمة أن يكون الوطن هو الأول في أذهانهم أكيد طبعا أنا اليوم أذكر الأوبريت حبه هذه أرضي يسري في عروقي نور الشمسي في وقت الشروقي الغروبي والشروقي نعم نحن تعلمنا شيء مهم جدا اليوم حتى مشاركة الطلبة والطالبات في وزارة التربية في الأوبريتات وبالمناسبة عندنا أوبريت قصة وطن يوم الأثنين إن شاء الله ونمو باكسر الأثنين لورا أيضا بمشاركة كبيرة من أبنانا وبناتنا الطلبة والطالبات هو الأوبريت السنوي اللي تميزت فيه دولة الكويت اللي أنا أعتقد أنه ما يوضاهيه أي أوبريت آخر هو الأساس طبعا دائما بجهود متعلميننا في وزارة التربية وأيضا معلمين التربية الموسيقية الله يزاهم خير نوجه له متحية وتعب أيضا دولة كاملة بأن يخرج هذا الأوبريت الوطني اللي نابع من قلوبنا أغانينا في هذا الأوبريت تربين عليها من البدايات إلى الآن وسبحان الله يعني كلماتها أغانيها الإحساس المشاعر أنا يمكن من جميل الحظ أني قدر أني كنت في أحد هذه الأوبريتات الموجودة مشارك بي؟ لا كمستمع كان في قصر بيان كان أتوقع في كان في 2010 للأمانة يعني الكلمات والأداء والأجواء كانت فعلا تخلي الواحد يعتز ويفخر بهذا البلد طبعا أكيد وهذا شيء مهم لأن اليوم يعني كل هذه الأوبريتات اللي من الثمانينات نقدر نقول إلى اليوم ترى الناس يعيدونها في كل فبراير نسمعها وعسراتي الصحة والعافية فإننا سلام خراز اليوم أغنيتها بصرات أكثر من 2 مليون مشاهدة ما شاء الله وهو أعلان تجاري لكن أيضا ما ننسى الشادي الخليج أكيد طبعا لا شك لا شك وهذا دليل وقع الكلمة وتأثيرها وقوة يعني التأثير نقدر نقول للجانب الوطني في حضور مثل هذه الأوبريتات من اسمها أغنية؟ نسمع أغنية ونرجع بعدها نكمل حوارنا نرجع معكم مشاهدين نواصل أكيد احتفالاتنا ونقل هذه الأجواء لكن أكيد بنسمع الدور التربوي من أكيد أهل الاختصاص نقدر نقول وأصحاب المجال اليوم مع ضيفنا نكمل السؤال المهم اللي هو اليوم احتفالات أبنائنا طلبة نشوفها داخل المدارس ويمكن هذا لك تأثير كبير وصدى كبير في نفوس الأبناء والبنات أن اليوم يحتفلون مع بعضهم ويشاركون هذه الفرحة مو بس الشخص الواحد مثلا يحيي الأعلم فشكتر مهم أن وزارة التربية تحرص على مثل هذه الحفاليات أكيد مهمة جدا لأنه يعتبر المدرسة البيت الثاني للمتعلم يقضي فيه ممكن ما لا يقل عن خمس ساعات دراسية لا بد فيها أن نستغل فيها مفهوم انتمائنا وولائنا لهذا الوطن فيه احتفالات فيه أمور ممكن نفعلها من خلال أنشطة تعليمية وتربوية نستغلها فيه غرس الانتماء ضرورة أن يكون في عمر الطفل في هذا الوقت يعني وزارة التربية دائما حريصة في كل مناسبة أن تغرس هذه القيمة سواء كان داخل الحصص سواء كان في الطابور من خلال أنشطة من خلال الاحتفالات خاصة تقوم بها بعض المدارس أو أغلب المدارس بهذا اليوم العظيم هذا شيء ممتع ومسلي الأمانة يعني مو بس قيم وتربية أعيش هذه الذكريات لما كنا نستعد للعيد الوطني داخل المدرسة سواء لما كنا نجهز اللبس نجهز الثياب نتدرب على الأغاني ونعبر عن حبنا للكويت في هذا اليوم يعني فعلا تظل هذه الذكرة موجودة داخل نفس الإنسان فإي هي أكيد بذرة تنشئ حب الوطن داخل قلب الطلبة ودليلنا إحنا لازلنا نذكر هذه اللحظات ولنا فيها الذكريات خاصة صحيح دائما الطفل ما راح يقدر ينفس عن انتماءه وعن احتفالاته إلا من خلال المدرسة ممكن يكون اليوم 25 فبراير و 26 فبراير غدا إن شاء الله يوم التحرير قاعدين نشوفها في أجواء في شوالع الكويت لكن طوال فبراير المتعلم في داخل المدرسة أصبحت حبه وانتماءه واحتفالاته أصبحت ضرورة في مجال التعليم وفي المدرسة اللي هو يعتبر بيته الثاني نعم أكيد طبعا ومن المدرسة أكيد كل طالب وطالب اليوم يخطون من هذه المدرسة القدوة في طريقة الاحتفال وهذا شيء مهم جدا نذكر في المشاهدين على أن الاحتفال يجب أن يكون بأسلوب حظاهري يليق بهذا الوطن ومكانة هذا الوطن ونبتعد أكيد عن كل مظاهر السلبية وكل احتفال يعني يسيء لسمعة العيادة الوطنية في دولة الكويت ولا شك على مثل هذه القدوات لا توجد إلا في المدرسة وفي مع المعلم اللي أيضا رسالة نوز للطلبة أيضا للمعلمين أكيد في دنيا السيشال ميديا أي حركة أي كلمة تنتقل عبر الأثير مثل ما يقولون لا بد أن نعكس حضارتنا وطبعا معروف عن الشعب الكويتي أنه شعب حضاري حتى في احتفالاته لا بد أن نعكس هذا الأمر نحن قاعدين طبعا كمعلمين نغرس في أبنائنا ونريد أن نحتفل فعلا نحتفل بما ينعكس عن أخلاقيات المواطن الكويتي نحتفل بما يزيد من رفعة هذا الوطن ما يكون احتفالنا بالشيء الذي ممكن يشوفه الغير على أنه والله هذا تصرفات الاعتيادية المواطن الكويتي لا أبدا المواطن الكويتي دائما دائما يعكس الوجه الحضاري للإحتفالات إن شاء الله كل سنة كل احتفال يصبح أجمل وأرقى وأفضل بإذن الله كل الشكر لك ضيفنا الأستاذ فهد البراك الموجه الفني بوزارة التربية على حضورك اليوم نتمنى لك إن شاء الله كل عام يكون عام أمن وأمان علينا ونتمنى لوزارة التربية المزيد من النجاح في غرس القيم الوطنية والولاء في نفوس الطلبة شكرا لك العفو والله أعطيكم العافية الله يعفيك وسلمك مشاهدينا نستمر معكم في نقل الأجواء والفعاليات لكن نطلب معكم هذا الفاصل ونكمل